أكد إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر أنه يرغب في منح الفرص لبعض العناصر الجديدة في ودية كوريا الجنوبية المقرر إقامتها يوم الرابع عشر من الشهر الجاري وقال جلال خلال مؤتمر صحفي على هامش ميران اليوم استعدادا لمباراة الغد أمام غينيا إنه يرغب في منح فرص لبعض العناصر الجديدة مع الحفاظ على القوام الأساسي كما أشار جلال إلى أن مباراة غينيا مهمة وأن كل فرق مجموعة المنتخب صعدت لأمم إفريقيا من قبل مؤكدا أن منتخب مصر سيلعب بطريقة مختلفة يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم استعداداته لمباراة غينيا المقررة في التاسع من مساء الغد على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لتصفية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 بكوديبوارة يسعى المنتخب الوطني لتحقيق الفوز خلال مبارتيه ضد غينيا وإثيوبيا بالجولتين الأولى والثانية لتعزيز موقفه بالتأهل لكأس الأمم الإفريقية المقبلة والتي يحمل الرقم القياسي في الفوز بلقى بها سبع بطولات في أولى مبارياته بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 يستضيف المنتخب الوطني نظيره الغينية على استاد القاهرة الدولي ويلعب منتخب الفرعنة لقاء تحت قيادة المدرب الوطني إيهاب جلال لأول مرة عقب توليه المسؤولية خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش ويسعى المنتخب الوطني الذي يحمل الرقم القياسي في الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية بواقع سبع مرات إلى افتتاح مشواره بالتصفيات بأداء قوي وتحقيق النقاط الثلاث قبل مواجهة إثيوبيا خارج الديار في الجولة الثانية هذا ويدخل منتخب مصر اللقاء بصفوف مكتملة بعد انضمام قائد المنتخب لعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ومشاركته في التدريبات بينما تأكد غياب المدافع أحمد حجازي الذي يستكمل برنامجه التأهلي في إسبانيا على أن تتم متابعته خلال هذه الفترة حيث ستتم الاستعانة به لخوض مباراة إثيوبيا في حالة التأكد من سلامته وجاهزيته التامة كما تحوم الشقوق حول مشاركة حارس المنتخب محمد الشناوي وذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا وعدم مشاركته في التدريبات